تأجير تمويلي وبيأتي وهكذا طيب هنا برضو هيجي على بالي أي القطاعات سوف تتخرج منها الدولة وتقول دي مطروكة بالكامل للقطاع الخاص مفيش داعي نوجع دماغنا بيها زي ما حالتك قلت إيه الفايدة من أنا يبقى فيه عندي قتلات ملك الدولة يعني مظبوط عشان يحصل إيه مظبوط في نقطة وخلينا نطمن الناس الأول عشان ما يجيش الناس تقول لك إيه بص ده فيه طروحات والدولة بتتخرج من الطروحات دي أو بيبيع الشركات دي عشان تستغنع العمالة لا الكلامنا مش موجود يعني الوثيقة دي حلو حاطر حلو وقوي ده تمام أيو وهتتفق مع المساهم اللي جاي خلي بالك الشركة دي وضعها واحد اثنين تلات اربعة هتاخدها وده الدول اللي احنا كنا دايما بنطلب به في التوصيق أو في كيفية المكشفة مع المجتمع انت مداك الزمني ان شاء الله ما تاخد الشركة لازم تطورها وتعمل واحد اثنين تلات اربعة أنا بحط له مدى زمني طبعا لازم يكون فيه تطوير وتنمية وأموال مضافة للاستثمار وازاي النهاردة تضمن الدولة حقوقها وتضمن حقوق العاملين وازاي ان يكون فيه تطوير مش تاخدها تنيمها ولا تخصرها ولا تاخدها بغرض البيع علشان ما ياخدش ولا تاخدها وتمشي الناس علشان ما تاخدهاش وتقول لي اصل ديك اللي هي حتة ارض والارض دي انا سقعتها سنتين هبيحها ومشي الناس وديهم تعويض ومشي لا الهم بكة بتاعت زمان دي راحت بالزبط كده فالنهاردة الاسلوب والطريقة العلمية اللي بنتكلم عنها في لها اهداف هدف واحد ان انت تتم التشغيل اتنين التنمية الزيادة في المشروعات تلاتة ان انا بديك اتاحة ان انت النهاردة تستسمر وما يكونش ليك تنافسية مع القطاع الحكومي في حاله الدولة حطت هدف حطت عنوان اساسي افساح المجال للقطاع الخاص النهاردة هو ده المطلب الاساسي للدولة عايزة تجيب القطاع الخاص لان ترفع من على عبء الحكومة كاهل الضغوط والاعباء اللي هي من شركات كسبانة صحيح بس مش عارفة تنميها مش عارفة تزود فيها استثمار فهنكسب ايه واحد تكنولوجيا يعني احنا اللي بنجيب المستثمر ده تعالى هتضيف تكنولوجيا هو احسب مني في التكنولوجيا اتنين هيجيب موارد مالية من بره وانت جاي يخلي بالك ده للمستثمر هات البنك بتاعك هات الدولة بتاعتك هات شريك معك يضيف اموال ما تحمينيش عبء مالي تلاتة وده في غاية الاهمية تعالى نعمل تعبئة تعليمية في القطاع او النشاط اللي حضرتك اخدته عشان نتوسع فنقدر نزيد من النشاط ده فنقدر نزود الانتاجية ويستفيد ابنائنا او يعني الاجيال القادمة بالنسبة لنا التطوير والتدريب والتأهيل وبعد ذلك ده من الخطوط والعريض يعني الخطوط عريضة اساسية بالضبط العناوين الاساسية اللي موضوعة من الوثيق علشان كده اقول اكمل لو فيها حاجة علشان كده اقولها الاول فندم قبل بطمان فصل طيب دولة رئيس الوزراء انه هو هيشكل لجنة بمتابعته رسميا وبعدد من الجهات عشان الناس تطمئن عدد من الجهات الرسمية داخل الدولة هي لكيفية تطبيق هذه الوثيقة